أشهد الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني جواتاريش بحكومات مصر وقطر والولايات المتحدة لتسهيل التواصل للاتفاق الهدنة في قطاع غزة مؤكدا أن الأمم المتحدة ستواصل دعم تلك الجهود بكل طريقة ممكنة وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام إن سبعة أسابيع من الأعمال العدائية في غزة أسفرت عن حصيلة مروعة صدمت العالم مشيرا إلى أن الأمم المتحدة قامت خلال الأيام الأربعة من الهدنة بتوسيع نطاق إدخال المساعدات الإنسانية لغزة وإرسال المساعدات إلى عدد من المناطق شمال قطاع غزة التي انقطعت عنها الإمدادات إلى حد بعيد لأسابيع